في خطابه الأخير إلى الشعب المصري وحديثه الأخير للشعب المصري تحدث عن هذه النقطة وقال مش هيحصل زيادة في الأسعار وحنحاول نسيطر الأسعار مهما بلغ ارتفاع سعر الدولار وخاصة مع اقتراب شهر رمضان خدوا بالكم النهاردة نحن صحينا الصبح على الدولار درب في الـ 11 يعني 10 جنيه و 80 قرش 11 جنيه ومن المتوقع أنه هو خلال الأسبوعين 3 اللي جايين قبل رمضان حيفصل 11 جنيه ونص الدولار حيوصل 11 جنيه ونص ويمكن يزيد عن كده كمان مش علشان ده سعره الحقيقي أو الواقعي علشان مش موجود في نفس الوقت ده اللي كان فيه الرئيس قاعد بيتحدث مع رئيس الوزراء وهذه المجموعة الهم حول الأسعار في نفس الوقت ده كان عمر الجرحي وزير المالية قاعد قاعدة تانية عمر الجرحي وزير المالية قاعد فين عمر الجرحي كان مع غرفة التجارة الأمريكية وعلى ها مش بقى في الطرق الأبواب اللي بدأت جولتها من يومين في واشنطن واتنظمها غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة ومجلس عمال مصر الأمريكي والرجل كان بيقول ايه؟ كان بيقول أن مصر تشهد نقصا تاريخيا في الدولار وأن هذه الأزمة هي أكبر عراقي للاستثمار الأجنبي أكبر عراقي للاستثمار الأجنبي هو الأزمة اللي موجودة في الدولار وأن هناك تنصيق ما بين وزارة المالية مع البنك المركزي في الفترة اللي جاية علشان يعني الأمور النقدية تتزبط شوية سعر الفايدة وجود الدولار في السوق ورفض أن يحدد للناس إطار زمني لإصلاح أسواق الصرف لأن البنك المركزي هو اللي بيديه للملف ده إذن وزير المالية بتاعنا حضراتكم اللي هو وزير المالية يعني وزير الفلوس رايح يقعد مع الناس اللي هم رجال الأعمال وبيعترف أنا على فكرة بنبسط قوي من أي مسؤول يطلع يعترف بالأزمة وبيقول لهم أنا عندي أزمة حدة تاريخية في الدولار وإن دي من أكبر ما يمكن من أكبر الأزمات اللي هم عدي فيها في مصر وأنا ما قدرش أقول لكم يا مستثمرين اللي جاي أقول لكم تعالوا استثمروا في مصر أنا ما قدرش أقول لكم حل الأزمة دي إمتى لأن حل الأزمة دي مش في إيدي ده البنك المركزي ترجمة نانسي قنقر